اشتركوا في القناة عندي كمية من السكر البني حوالي 3 ملاعق مع قطعة من لمارغغين هذا نحتاجهم على جنب نحتاج بالنسبة للعجينة إلى كاس مشمعمر سكر بني نصف كاس يوغت بذوق الموز نصف كاس من الزيت فانيليا وفارنا أو طحين حسب الحاجة ونحتاج إلى كاس ونصف من الخامير الكيميائية وحوالي زوج حباج إلى 3 موزات يعني على حسب حجمهم وهذه هي المقادر إذا نبدأوا باسم الله في وعاعتها نخلط حطي 3 بيضات أنا البيض ديالي عنده حجم صغير إلا كان بيتعكم كبير ديروز وتحبات نخلطهم مع رشة فانيليا حوالي ملعقة صغيرة مملوئة بمجرد ما تشكل عندي فوقعات في البيض نضيف الكاس مشمعمرت السكر البني بالنسبة للسكر البني إلا كان مشمتوفره عندكم نتقدروا تعوضه بالسكر العادي نخلط حتى يتضعف الخليط ويصبح لونه فاتح نضيف عليه نصف كاس تاعة زيت مع الخلط المستمر نضيف أيضا هذا الياوغت بذوق الموز إلا كان مشمتوفره عندكم عوضه بأي ياوغت أو عوضه كذلك بالحليب بعد ما تتخلط المكونات نضيف باكي ونصف الخامير الكيميائية ما يعادل 15 جرام مع الطاحين أو الفارينا حتى نتحصل على خالط يشبه للمسكوتشو أو للمسكوتا وهنا من الأحسن يعني أننا نغرب له الفارينا دينا مع الخامير لتفادي الحبيبات وحتى الفارينا يعني نهوها باش نتحصل على كيك يكون إسفنجي ويكون خفيف إذا نكمل نخلط مع إضافة الفارينا حتى نتحصل على هذا القوام بهذا الشكل هذا هو إذا نخلي هذا الخالط الآن على جنب ونروح نحضروا الصينية تعنا اللي حنطيبوا فيها هاد الكيكة نحط حاولي 3 ملاعق كبيرة من السكر البني هنا إذا كان خفتوا أن الكيكة تعكم تلسق لكم تقدروا تسبقوا ورقة طهي في الصينية ثم تحطوا السكر البني هكذا تفرشوهم له ثم نحط كامل دوائر تعل موزه دوك لقطعتهم نستفهم كامل فوق هدك السكر ثم ناخد قطعة هدي كتاع الزبدة أو لا مغارين ونقطحها هكذا إلى قطعة صغيرة ونحاول نحطها بين هدوك الفراغات الموجودين في الموز هكذا لما الموز دي لنا يدخل للفرن رح يتكرمل وهذا كنوع من التغيير يعني شفنا مقلوبة كينة مقلوبة الأناناس مقلوبة البرتقال التفاح الإيجاس اليوم عملت معاكم مقلوبة الموز كنوع من التغيير إذن بعد ما كملت كامل حطية الموز وهذه كلام مغارين نفرغ الخالط من الفوق وندخل الصينية إلى الفرن على دارة شحرارة 170 لتقريب 30 دقيقة يعني كل واحدة على حساب الفرن تحاء أو 35 دقيقة مع مراقبة الفرن لما تكتسب اللون الذهابي ندخل فيها أم بيك ولسكين إلا كان خرجنا شفها يعني أن الكيكة تعناراهي طابت الكيكة ديالي إذن ها هي هنا أمامكم يعني نجوز عليها كامل سكينة على الأطراف وضفت عليها هكذا رشات من سوس الكرامل أو تحبوا تحطوا سوس شوكولة ولا المهم أي شي عندكم وأصبحت هاكذا الكيكة ديالنا جاهزة وها هي هنا أمامكم إن شاء الله حبيباتي تنال إعجابكم رح نقسم لكم تشوفوا كيفاش تجيل داخل ها هي هنا أمامكم حبيباتي إن شاء الله الفيديو تعليمي كنا لإعجابكم إذا كان أعجبكم الفيديو لا تبخلوش عليها بالاشتراك في القناة مع الضغط على الجرس ليصلكم الجديد ادعموني باللايكات وبالتعليقات من أجل استمرارية القناة والمزيد من الوصفات يا أحلى وأروع مشتركات دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته